اكدت قبيلة الرميح ولائها المطلق ووقوفها التام خلف القيادة الحكيمة لحظرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى يده الله ورعاه ضد كل المحاولات المغرضة التي تتبناها دولة قطر المارقة لاستهداف النسيج المجتمعي الواحد والاضرار بالمكتسبات الوطنية واشددت القبيلة في بيان على ان ما بثه الاعلام القطري من افتراءات واكاذيب واستهدافها المتواصل لدول وشعوب مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعقس افلاس نظام القطري وانسلاخه عن محيطه الخليجي والعربي تنفيذا لاجندات لا تريد خيرا لدول المنطقة واستنكرت قبيلة الرميح استهداف دولة قطر المارقة لمملكة البحرين والذي لم يقتصر على الجانب الاعلامي فحسب بل تعد ذلك لأوجه اخرى مؤكدين ان هذه المحاولات البائسة لن تزيدنا الا عزما واصرارا على المضي قدما بمسيرة الخير والنماء التي يحمل لواءها جلالة الملك المفدى مستندين بذلك الى تاريخنا العريق وحاضرنا الزاهر ومستقبلنا المشرق وجددت قبيلة الرميح التأكيد على موقفها الثابت والراسخ خلف القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى شأنها في ذلك شأن ابناء البحرين بمختلف طوائفهم ومكوناتهم مؤكدين رفضهم سياسات الدولة المارقة التي دعبته منذ زمن طويل على استهداف المكتسبات الوطنية التاريخية والنجاح الذي تحققه مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى في المجالات كافة ترجمة نانسي قنقر